شو صار من بعدا؟ فتحتهم لعيوني هلا أنا كنت ويعية وشفت إنه هني برات السيارة إجل درايفر آروند وبيقلي أنت هبله شي ما شفت إنه عمل لحادث تلع من السيارة وبيقلي ما قادر أمشي بيقلي شون تحكي أنت طلع من السيارة بيقلي ما عم بقدر حرك إجرية وبيقلي شون تحكي أنت فبيجي بقلب السيارة وبياخدني من تحت هون من تحت باطة وبعرف الحركة كيف كانت بالزبط بس زتني من السيارة على الارض وهون حسيت انه عضامة انكسروا هون حسيت بالوجع بالسيارة ما حسيت بالوجع انا بقول اذا ما زتني من السيارة يمكن كن ماشي حلق بس هو يكسر لي عضامة فلما كنت على الارض كمان عيوني كانوا عم يحرقوا ما كنت عارفة انه كان في دم عوجة ما بعرف ازا فيك تشوفي بس هون اكيد في جروح ايض فتح راسي كله فهون لانه كنا بغابة ما كان في ارسال وانا بقول انه سبحان الله اجا واحد انا بعتبره ملك كان عم يتمشى بها الغابة وكان عنده وان بار ارسال ع تليفونه ودق للبوليس واجه البوليس واجه الامبولنس الامبولنس قصوا بتيابة تشلوني وحطوني بالامبولنس وقلولي لك ما بدنا نخوفك بس بدنا نقلك انه انت خسراني ليرر دم يعني متل كوكاكولا ليرر دم نعم بس من راسك سو اذا منسوق فيك ما حتوصلي انه طيبة نعم فحناختك ع سوكر فيلد ملعب سوكر فوتبول ملعب وهون الهليكوبتر حتجي وحتاختك ع المستشفى نعم فبس فوتوني بالامبولنس هون ما كانت وياقية قربت عن الوعي ايه وعيت بالمستشفى جيسيكا ايه وعيت وكان في امراي ماشين فوق جسمي يعني فوق وجه وبس فقت قلت كنت عم تصرخ يعني دغري اجينا الفلاشباك لما عملت الحادث نعم واول كلمة طلعت من تمة 80 ميلز per hour 80 ميلز per hour انه هيك كنت عم تصرخ انه كنت مزدومة 80 كم بالساعة ايه فما بشوف الا النرسات اللي بالقوضة عم بيزقفولي يعني كان عم بيقولي كنغراتس you're alive بعدك هون انت عايشة مبروك انا هون انا وين شو عم بيصير وين امي ودغري تذكرت كل شي بلاحظة شو صار معي بعدين ايجا الداكتور وقاللي انه بكل كان كتير قاسة شو عالك؟ هيك كأنه ليستا انت مشلولة بحياتك ما حتقدر تمشي وانا بدي عامل عملية لإلك لأنه العظام طبعي كله مكسرين بعد شي خمسطاش دقايق هيري حالك ودهر من الأوضة